الرئيس السيسي يواجه بتعزيز التنصيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدار التنفيذية لمشروع الدلتة الجديدة القوات المسلحة تؤكد استمرار تحديث منظومة الدفاع الجوي وفق منهج علمي مدروس رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد أن بلاده لن تقبل أي تهديد من أي طرف الثانية صباحا الثانية عشر بتوقيت جرانيتش منجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز التنصيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع الدلتة الجديدة وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة المشروع القومية العملاق للإنتاج الزراعي الدلتة الجديدة والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر على امتداد محور الضبع بواقع مليون فدان في مراحله الأولى وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس السيسي وجه كذلك بالتركيز على إقامة المجمعات الصناعية في إيطار المشروع التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المتكامل بدءا من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الأليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعمال تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة بالرفقة وزير العدل ومحافظة القاهرة وعدد من المسؤولين وأشهد رئيس الوزراء بأعمال التطوير الجارية بالمجمع موضحا أنها تأتي في إيطار جهود الدولة لتطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية تيسيرا على المتقاضين من جانبه أوضح وزير العدل أن أعمال التطوير ستمكن المجمع من تقديم العديد من الخدمات الرقمية مشيرا إلى أنه تم تجهيز المجمع بأربع قاعات لنظر تجديد الحبس عام بعد أكد قائد قوات الدفاع الجوي اللواء أركان حرب محمد حجازي أن التطوير والتحديث في منظومة الدفاع الجوي مستمر وفقا لمنهج علمي مدروس ومحدد لتنمية القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها لحماية وتأمين المجال الجوي المصري جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بقيادة قوات الدفاع الجوي احتفالاً بمرور 51 عاماً على بناء حائط الصواريخ في 30 من يونيو عام 1970 والذي اتخذ عيداً لقوات الدفاع الجوي ينطلق اليوم الأربعاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الفانية والخمسين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقامت دورة الثانية والخمسين خلال الفترة من 30 من يونيو وحتى الخامس عشر من يوليو بعد تاجي لها في يناير الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا وذلك بمشاركة 1218 نشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً من 25 دولة كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش الشركة المتحدة للخدمة الإعلامية لدعمها في التوعية بأضرار المخدرات جاء ذلك خلال فعليات المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج المرصد الإعلامي لسندوق مكافحة وإعلاج الإدمان والتعاطي حول الأعمال الضرامية خلال شهر رمضان 2021 جدد الرئيس التونسي قيس سعي التمسك بالشرعية التي يجب أن تحقق إرادة الشرعية لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة وخلال استقباله مباركة عوينية القيادية بالطيار الشعبي قال سعيد أن السنوات الماضية أثبتت القطيعة بين النصوص القانونية والواقع وأن هذه الوضعية لا يمكن حلها بحوارات شكلية بل بتصور جديد مع الشعب التونسي وليس مع من انقلب على إرادته أو مع من استولى على صرواته قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقر حين بلاده لن تقبل أي تهديد من أي طرف كان ولن تردخ لأي جهة مهما كانت قوتها محذرا ما وصفها بالأطراف المتعطشة للسلطة من مغبة المساس بصمعة وأمن الجزائر مشددا على أن الرد في هذه الحالة سيكون قاسيا وحاسما وخلال تفقده الناحية العسكرية الرابعة أكد شنقر حين الجيش الجزائري مطالب أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الجهود خاصة في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة انتهى الموجزة الإخبارية ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تويتر الإستجرام ويوتيوب كنت معكم أنصار عبدالله ألقاكم في أمان الله اشتركوا في القناة